بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس نيكوس نيكولاس مادارو رئيس جمهورية فانزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه حافظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب شرقي فانزويلا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حافظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادارو رئيس جمهورية فانزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب شرقي فانزويلا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة وللممتلكات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادارو رئيس جمهورية فانزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب شرقي فانزويلا اشتركوا في القناة